بعد أن عامدت ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية لاستغلال أزمة الدولار الجمهوركي في دعوة التجار والمستوردين إلى التوجه إلى ميناء الحديدة مستخدمة كافة وسائل الترهيب والترغيب من أجل إحياء النشاط الملاحي في ميناء الحديدة وضرب ميناء عدن ها هي الحكومة تستيقظ مؤخراً معلنة عن تسهيلات وامتيازات الاستيراد عبر ميناء عدن وأعلنت الحكومة عن تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات الجديدة المحفزة للقطاع التجاري عبر الموانئ البرية والبحرية بالمناطق المحررة موضحة أن حزمة التسهيلات للمستوردين تضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ والمنافذ بالسيناء المحظورة قانوناً والتواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وإبلاغها بالتسهيلات الجديدة واستعداد موانئ المناطق المحررة لقبول استقبال كافة الرحلات المباشرة من مختلف الدول واستقبلت محطة الحاويات في ميناء عدن أمس السبت أول سفينة حاويات فور وصولها ودون تفتيش في ميناء جد السعودي تدشيناً لعودة نظام دخول ومغادرة السفن مباشرة للميناء كما كان عليه قبل 2015 الحكومة تعهدت بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز أداء نشاط الحركة الملاحية ووضع المعالجات بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية بالمناطق المحررة إضافة إلى رفع وطيرة أعمال الشحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد وتجهيز وسائل العمل والمعدات يأتي هذا تزامناً مع تخفيف القيود على حركة الواردات من قبل التحالف حيث رفع الحضر عن دخول 500 سلعة إلى اليمن وسط مطالبات للقطاع الخاص اليمني بمعالجة كافة الإشكاليات والاختلالات والأخطاء التي تسببت بخروج ميناء عدن من قائمة الموانئ العالمية وخلال الفترة الماضية حاولت ميليشيا الحوثي ضرب النشاط الملاحي في المحافظات المحررة مع سماح التحالف بدخول سفن الحاويات المحملة بالبضائع والسلع إلى الحديدة حيث حاولت الميليشيا بكافة الوسائل إجبار التجار والمستوردين على الاستيراد من ميناء الحديدة الخاضع لسيطاتها